نروح بقى الأخبارنا ونروح لفريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي اللي توج بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق هليوبلس بنتيجة 75-62 في المباراة النهائية التي أقيمت أمس على صدق استاد القاهرة الدولي قدم فريق سيدات السلة عرض قوي جداً أمام فريق هليوبلس وتفوق في الفترة الأولى بنتيجة 26-22 والفترة الثانية اتأخر النادي الأهلي بنتيجة 38-32 لكنه قدر يعود على طول في الفترة الثالثة بنتيجة 48-47 وطبعاً وصله التقلق والامتياز لينجح الفريق بإنهاء المباراة بنتيجة 75-62 ونحصل على لقب هو المقب ده التاني هذا الموسم طبعاً وعقب نهاية المباراة تسلم اللعبين والجهاز الفني المدالية الذهبية وكأس البطولة زي ما حراركم شايفين الاحتفالات مع الجمهور حاجة مشرفة جداً دايماً فرق النادي الأهلي بيتعرفنا الحماس والقوة في المتشاطة اللي زي دي النهائيات في النادي الأهلي كلها كده وإحنا عندنا ما شاء الله يعني الفرق كلها في النادي الأهلي دلوقتي على وشك إنها يتحقق بطولات يا ماشية مركز أول في كل بطولاتها حاجة عظيمة جداً يعني وطبعاً هنتبع مع بعض دلوقتي مع بعض بعد ما نخلص بس الاحتفالات دي أنا بحب أتبرج على منظر الاحتفال من لعبات النادي الأهلي أو لعبين النادي الأهلي في أي بطولة حاجة بتخلي أي أهلاوي سعيد يعني بتضيف للأهلاوية فرحة جديدة نروح بقى مع بعض بعض خبر سيدات السلة وبعد ما شوفنا الاحتفال زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي هنشوف مع بعض نتائج الإسبوع اللي فات في مختلف اللعبات وهنشوف كمان المتشاط اللي هنلعبها الإسبوع الجاي هنبدأ من فريق كرة القدم طبعاً اللي قدم مباراة أنا من وجهة نظري أو مش بلاش هنع يعني الأهلاوية شايفين إن مباراة كبيرة وكسبنا 3-0 ومكسب كبيرة على فريق الاتحاد السكنداري اللي ماشي كويس قوي في الدور الممتاز وقدموا مباراة من الشكل التقيل يعني 3-0 دي نتيجة مش صغيرة لكن مستر كولور نفسه بقى شايف إن فيه أخطاء وإن هو لازم يعليجها واشتغل دي عقلية دي عقلية مدرب دي حاجة كده تقولك إن عقلية المدرب ده لا أعيز أتبين لك بعد كده إن فيه شغل وفيه حاجات كتير قوي